موسيقى موسيقى شارك في البطولة حوالي 21 هائئة بيمثله 16 منطقة على مستوى الاتحاد 850 لعب ولعبة بالنسبة للأهميات عندنا بطولة عربية وإفريقية في تونس وعندنا استعداداتنا برضو نستعد ان احنا مصر هتنظم بطولة العالم لكورة السرعة السندي في شهر عشرة عندنا طبعا منافسات اللعيبة ما شاء الله مهاريا عالية جدا وده بريحنا كتير في المنتخب بيخشوا بعد كده فيه بنعملهم تصفيات بعد انتهاء أول بطولة تصنيف في شهر السبعة بيتم اختيار منها حوالي 75 لعب ولعبة بنعملهم تصفيات أخرى بيتم اختيار منهم المنتخب اللي هو قوامه 7 و 7 لعبة تقريبا وإن شاء الله بإذن الله مصر تفوز لأن مصر ليها الريادة دايما في بطولات العالم بقىنا 6 سنين بناخله على التوالي وده أول سنة للأسف كسباني بربعة نوات لغاية دلوقتي معتمدين على ماتش الأخير بس إن شاء الله ربما في الخير بناك تبقى إنه الحمد لله كان بقى لي كزا موسم إصابات وكده النهاردة السيزون ده أول موسم أرجعه وحمد لله خدت خمسة ده واتنين برونس وكاس أفضل لعب وإن شاء الله اللي جاي أحسن حقيقة زمان ما كنش نسمع عن كورت الصورة حتى نسأل الناس تعرف كورت الصورة لا أم عرفهاش دلوقتي بدأت أسأل كثير في ستوالجان الميديا في كزا تشانل موجودة فإن شاء الله تزعى وتبقى أولمبية كمان في خبر أنها تبقى في 2027 رسمية لعبة رسمية في دورة الععاب الأفريقية وإن شاء الله تبقى أولمبية بعده النهاردة بجد البطولة كانت صعبة أن تيجي وفعلاً إحنا عملنا اللي علينا وزيادة وربنا كرامنا الحمد لله البطولة بجد أنا النهاردة السنة دي ما أسرتش خالص أخذت خمس مديليات دهب وواحدة برونز مديليات كلها كانت مهمة حمد لله يعني ربنا وفاءنا كلنا إحنا الحمد لله حصلنا على المركز الثاني فرق بسيط جداً والموسم كان صعب جداً حمد لله يعني الحمد لله تالت سولو أول فردي أول ربعي بنات أول تتبع بنات أول سولو فرق بنات الثاني سولو فرق مختلط الحمد لله جبنا الملمن نادي كله جاب ثالث بعد طبعا منافسة صعبة كثير في منافسات لأخر اللحظة والأخر لأخر نقطة الحمد لله أخدت مركز ثالث وأخدت مركز أول ومركز ثاني طبعاً الأجواء كانت تنفسية جداً والفرق كانت تنفس مع بعض جداً وكان فيه روح جميلة جداً بين الفرق هي طبعاً أصلاً لعبة فيها بنات كثير ودي حاجة كويسة جداً فيه رياضات كثير ما فيهاش بنات ومش بنشجعوا البنات فيها بس رياض كرت سرعة فيها بنات كثير وهي لعبة تنفع لكل الألواع يعني بنات أو كل حاجة اشتركوا في القناة